أنه ليس بالمجمل الدستور العراقي وإن قال الإسلام دين الدولة الرسمي لكنه لم يشر إلى أنه الدين الوحيد فرق بين أنه يكون الدين الدولة الرسمي وفرق بين يكون الدين الإسلام هو الدين الوحيد وبالتالي تعدد الأديان والمذاهب والأعراق كيف لها الدستور العراقي يعني هاي كربلاء العظيمة اللي بالأربعين وبالزيارة اللي تستقبل وصير محور العالم اختصرها حرام اختصرها بموضوع شجرة وموضوع مطعم هاي كربلاء العظيمة اللي صارت مضرب الأمثال من أيام الإمام الحسين عليه السلام إلى هذا يومنا ما فد يوم قصرت أمام طائفة أو جهة معينة هسأل وأسأل كل اللي يطبلون مع هذا الأدلجة الجديدة اللي جتنا وإحنا يوميا ما شاء الله متغيرات يعني كان استحى من مواكب العزال الأخوة المسيح اللي يقوموها في عاشراء ويشاركونه هم نقبل إحنا يجي راهب من عتم أو صاحب كريسة يقولون تعالوا تورحين هذا مسلم وإحنا مسيح هذا شي لكم علاقة به كان استحى من وهب النصراني وأمه أعظم شهداء الطف اللي استشهدوا بني يد الإمام الحسين هاي الأمور صعبة تنطرح صعبة تنطرح بهيش وقت أولا سيد العزيز هو مو متحدث رسمي لا باسم الحسين ولا باسم أحباب الحسين الحسين ليس مسلما فقط الحسين ليس لكربلاء ولا للنجف ولا للعراق والحسين للعالم يقول تعلمتم من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر هاي مقولة غاندي هو يعرف اشقد كتاب من الأخوة المسيحيين كتبوا في حق الإمام الحسين من جبران خليد جبران الجورج سيئة والله اسماني كاتبهم خلنا ذكره بيهم إذا تسمحني أي والله تفضل عليش البول السلامة الجورج جردق صاحب كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية الجوزيف الهاشم السليمان كنتاني اللي كانت كتاب الإمام علي نبراس هو متراس هوش كتبه هم مسؤولين اللي يدعون الديانة والمذهبية هم قدروا يسوون فتش يقدمه لتاريخ الإمام الحسين المشرف ترجمة نانسي قنقر